بعدها أنه سألت منه جوني قاله صار على أمين العام على الحزب بالمفوضية راحوا بالمفوضية للانتخابات قاله صار الأمين العام على الحزب واحد اسمه على الساعدي قالوا هذا منين على الساعدي ما سامع بي أنه لا بالسابقين ولا باللاحقين قالوا هذا رافع أسماء ومتفق مع جماعة بالأمانة العامة دافع لهم مبالغ ما لي أكون صريح إياك وأمام الملأ وخلي يرد عليه إذا عند القابلية يرد للرد اللي هو السيد علاء السعب علاء كاظم أعطيك اسم الثلاثي بالتفصيل علاء أحمد الإسم الآن اللي بالمفوضية اللي أرجو أن أتأكد أتأكد على هذا أحمد كاظم محمد غضيب الساعدي يسكن النجف الكوفة بالإسم اللي المشتعار اللي يمشي به اسم علاء الساعدي علاء الساعدي لماaper جمعت معلومات عننا شنو علاء الساعدي شنو أحمد أحمد الساعدي أحمد الساعدي كان أحمد الساعدي وعلاء الساعدي كانوا منتمين إلى كتائف جند السماء زيال سنة 2007. أستاذ نجم إياي. وياك أسمعك شيخنا. قالوا. وياك أسمعك شيخنا. علاء الساعدي وأحمد الساعدي كانوا من جند السماء. صار عليهم القاء القبض أربع إرهاب. العفو مال سنة 2008. نشملوا بالعفو مال 2008. وهذه المعلومات والتقارير الموثقة ومؤكدة في جهاز المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات. الاستخبارات الداخلية. 2011. انقتل أحمد كاظم محمد غضيب. بالأحداث مال الزرقة. مال جند السماء. مال جند السماء. بقى أخوه علي مذكرة أربع إرهاب. هذا لما انقتل مباشرة تطلع المستمسكات. ما الأخوه؟ أحمد كاظم محمد غضيب. وقدم بها للمفوضية على أنه أحمد كاظم. بينما أحمد كاظم مقتول سنة 2011. قدم بخصوص شنو. وعلى نعم. قدم للمفوضية شريد. قدم فوضية باسم الله يقدم ممثل عن الأمين العام لحزب الله العراق. أريد أن يصير الأمين مالة الحزب. بمكان أخوه المتوفي. مال حزب. وصار أمين ورافقه في هذا الجانب. صار أمين على راح. صار اسم أحمد. خاصة بالمفوضية مسجل أحمد. زين. بالرسمي الشيخ علاء الساعدي يقول لك الشيخ علاء الساعدي موجود بالشارع اسمه علاء الساعدي. وبالمفوضية اسمه أحمد كاظم الساعدي. زين. هل سهو الأمين العام؟ ولهذا الأمين العام معالي مذكرات احتقال الدعاوة بأربع إرهاب سنة 2011 و2014 موجودة بالاستخبارات الداخلية وموجودة بالمخابرات وموجودة بالأمن الوطني. زين. الشيخنا هنا نقطة نظام. أنت حزب من الأربعة وتسعين. أنت تركت العمل بيه بالألفين وعشرة. المتعارف عليه أن هناك أمانة عامة للحزب. لما أريد يصير نجم الربع عامين عام لازم الأمانة العامة ترشحها ويروح للمفوضية بكتاب من الأمانة العامة بالأغلبية. زين الأخوان شون صار أمين عام؟ الأمانة العامة اجتمعت. أكو تخويل حتى نثبت واقعة. أحسنت بارك الله. بكل الموجودين الأمانة العامة تسعة. راح استهوض على خمسة من عتم ومن ضمنه واستهوض على خمسة من عتم. سألتهم. هذا السؤال هم وجهت إلىهم. قلت لهم هذا شوكت دخل للكيان والحزب. وشون صار أمين عام؟ وشوكت صار عضو أمانة عامة معتكم؟ عضو أمانة عامة بالحزب؟ قالوا صار عضو أمانة العامة قبل ما حسب ما يدعي قبل ما يتوفى الأمينة العام حوالي بستة أشهر. أي. فأخذوا جماعة خمسة من الموجودين بالأمانة العامة مقابل أربعة ذلك أربعة وذولا خمسة راحوا صوتوا أو صادقوا على بالمفوضية وقالوا هذا الأمينة العامة بدون اجتماع ولا نقاش ولا أمانة عامة ولا مكتب سياسي زين. ولا هيئة تأسيسية. زين. صار أمين عام. فإذا راحوا دولة الباقية راحوا وحترضوا. صار أمين عام. صار أمين عام. بعد الإشكالات التي صارت قدموا شكوى للمفوضية وقدموا شكوى الكيانات السياسية من مثل الكيانات السياسية للانتخابات عزلوهم. كان هو مع دولة القانون راد يروح مع دولة القانون لما وصلت التفاصيل وكذا والمعلومات لدولة القانون قالوا أنتم بالنسبة للمال ما تشاركونا ولا تكونوا جزء من المرحلة الانتخابية القادمة. أي. بهذا الشكل. هذا بالنسبة لهم سألت سؤال جدا وجهي أنت بالنسبة لك. تقول دولة بالنسبة ل شوان صار استحواتهم. شكل هذا من انفصل. وصار عني مذكرة لقاء قفض. كانوا واحد اسمه من الناصرية اسمه سيد داخل حيال واجد الغالبي هذا العناصر اللي احتمد عليهم احتماد كلي. ورعد كريم كاظم حمود الفتلاوي اللي موجود بالديوان مسمى أبو شهد. وعدنان عبدالصمد جبوري ذول بالبصرة. ذول يحرك بهم الأخطبوط اللي يحرك على المحافظات بما فيها جنابك كريم قبل كم يوم اللقاء الصحفي قدم شك أحد الأخوة عن قطعة الأرض الموجودة في محافظة بابل. أي. أي. وكان جوابك قال لك مستحوذين عليها. حقيقة هذه مستحوذين عليها مو بس هذه. مستحوذين على عدة قطع أراضي لناس لا حول لهم ولا قوة. ولكن ذول بالنسبة لهم بالترهيب والترهيب. إضافة لذلك يستخدم بالنسبة العلاء الساعدي أو أحمد كاظم محمد الساعدي. إذا تخالف اللي معاه بالأمانة العامة. أي وحد يخالف ينزل عليه سكوك سكوك مبالغ مالية سكوك رسمية وينزلها بدون سكوك غير رسمية. قبل أن يتكلم هذا تركه. ليش قل عبد نجم العماري اللي هو الآن كان موجود الآن موقوف أن توقف في الكوت قبل أربح أيام. سألك صاحبكم اللي هو ياسر عبد نجم شنو السبب القائل القبض عليه. نصب احتيال واستحوات على أملاك الناس. أنا الأسماء والله ما أعرفها. وهذه المعلومات يعني ثبتها 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 أمك ثبتها أمك ثبتها هاي رسمية عدهم هم يعرفوهم زيان الآن الحزب حزب الله بأمينه الجديد على السعدي نعم حزب مجاز رسميا نعم من حقه أن يعمل بالساحة السياسية نعم حقوق حزب وكيان سياسي رسمي مثبت من سنة 2003 مثبت في فوضية الانتخابات زيان أنت الآن أقيم الدعو بالفوضية بس تقول نعم أقيم الدعوة أن هذا الحزب هذا الذي حصل الأربع الأعضاء بالأمانة العامة شنو كانت إفاداتهم بهذا الموضوع نعم نفس الإفادات أنه استحوذوا على الحزب بوجه غير شرعي ووجهوا كل شيء تسألونهم حتى في محكمة القضاء الإداري أريد من أن توجهون سؤال للأمين العام وأعضاء الأمان العام الموجودين الآن يدعي بهم أحمد علاء أو أحمد الساعدي لا أعرف منه شه اسمه علاء الساعدي عدنا شهداء لحزب الله العراق والتاريخ الجهادي أريد أن يعدد لخمسة من شهداء حزب الله كل شيء أريد من عده ومن اليوم أنا أتعهد لأنه أمين عام لحزب الله العراق يجوز الرجال المشغول يجوز علي ضغط عمل ما يذكر الدنيا التعب هسخوه الحمد لله أنا عندي واحد أستاذ العزيز عندي واحد وسبعين شهيد كل واحد أنطيك هي بالدقة بيا دقيقة وبيا ساعة أستشهد وبأي معركة ترجمة نانسي قنقر